اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل نحو تمويل مستدام للتنمية وأكد المشاركون في المؤتمر حرصهم الدائم على نهج الشراكة التي تتبناه مصر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتمويلها مع ممثل شركات التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمة الدولية والإقليمية مهم جداً التمويل البديل في مصر وإن احنا جمعنا هنا النهاردة علشان نتكلم في تمويل التنمية وإنه مهم جداً نجمع كل مؤسسات التمويل مع بعضها عشان نخط مع بعض خطة لتمويل الـ SDGs أو أهداف التنمية المستدامة في مصر بشكل متكامل وبشكل مستدام مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي هو مشروع من أهم مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشروع بيشتغل مع وزارتي بالتعاون مع وزارتين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية بيشتغل على وضع خطة لإصلاح شامل لمنظومة التخطيط ومنظومة المالية في مصر بالتعاون طبعاً وتحت رعاية الوزارتين الحقيقة موضوع التنمية المستدامة هو موضوع بيحتل مكانة هامة في فكر الحكومة وفكر السيد الرئيس وبالتالي الحديث عن التنمية المستدامة وتحسين أحوال المواطن المصري وخاصة في مجالات الصحة والتعليم ده حاجة مهمة جداً في مجموعة من المشاريع اللي الدولة ابتدت تركز فيها مثل مشروع حياة كريمة تمويل عصب حياة أي نشاط سواء يستهدف الربح أو تنموي أو زي ما بتدينا نقول تعبير جديد البديل بديل عن أنه فقط يستهدف الربح نعم بنستهدف تحسين البيئة المناخ بسمية تمويل الأخضر التنمية المستدامة كل ما هو مبادرات تهدف إلى الارتقاء بحياة الإنسان ترجمة نانسي قنقر